كذلك مشاهدين الكرام في أحدث التطورات قطعت السلطات الهندية الكهرباء والإنترنت عن كل أنحاء ولاية راجستان الولاية الأكثر تطرفا ضد المسلمين بعد مقتل أحد مؤيد حزم بهراتيا جنة وأثار مقتل رجل هندوسي على يد رجلين مسلمين في ولاية راجستان شمالية الهند أمس الثلاثاء توترات في المنطقة وقطع رجلين مسلمين رأس خياط يدعى كانهايلال من منطقة أوديابور وصور الجريمة ونشراها على الإنترنت وقطعت الحكومة خدمات الإنترنت في المنطقة كما حذرت التجمعات الحاشدة وعتقلت الشرطة الرجلين وكان قد عرف نفسهما خلال مقطع فيديو وحث مسؤول كبير في شرطة رجلستان وسائل الإعلام على عدم بث مقطع الفيديو الذي يبين تنفيذ القتل وناشد رئيس وزراء ولاية رجلستان المواطنين التحلي بالهدوء كما طلبت الحكومة الفيدرالية من هيئة تحقيقات الوطنية أعلى هيئة معانية بمكافحة الإرهاب في الهند بفتح تحقيقات في الحادث ترجمة نانسي قنقر